السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي وبناتي طلابي وطالباتي معشر الموحدين والموحدات معشر القارئين والقارئات لكتاب الله عز وجل اليوم بإذن الله في حصتنا رح تناول مقطعين الأول من سورة الفرقان والثاني من سورة النور سنقف عند الآية سنستمع لها ثم نستخرج الأحكام التجويدية وبعم الأخطاء التي تحصل في القراءة وننوح على الرسم العثماني والأولئين قبل هذا كله سنتناول سويا آداب تلاوة القرآن الكريم بما أنها عبادة هذه العبادة أحسنتم تستوجب الإخلاص لله عز وجل الإخلاص النية لله تعالى يحرص المرء أن يكون على طهارة ويستقبل القبلة قدر استطاعته قبل الشروع في القراءة أحسنتم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم البسم له بسم الله الرحمن الرحيم يحسن صوته بالقرآن كيف؟ يطبق الأحكام التجويدية يفتح المفتوح يكسر المكسور ويضم المضمومة يرتل القرآن بتمهل دون إسراع يقرأ القرآن بتدبر وخشع يعيش مع الآية يتخلص من الشواغل وينصرف عنها إذا وصل إلى هذه المرحلة في القراءة فهو سيستشعر الآية إذا مر بآية فيها سجدة يسجد لوجه الله عز وجل إذا مر بآية فيها وعد وثواب ونعيم من الله يسأل الله من فضله إذا مر بآية فيها وعيد يسأل الله عز وجل السلامة من هذا الوعيد إذن نستمع إلى المقطع الأول من سورة الفرقان تأملوا بعدها نستخرج الأحكام التجويدية وبعض الأخطاء في القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا أحسنتم الآن نقف على الأحكام التجويدية في الآيات في قوله تعالى ولم يتخذ ولم يكن هنا إظهار شفوي أحسنتم شريكم في أخفاء أحسنتم أخفاء حلقي لأنفسهم ضر أحسنتم إظهار شفو ضروا إظهار بغنى أيضا هنا نفعا و طيب أيضا في قوله تعالى كفاروا إن مد جائز منفصل هذا إلا مد جائز منفصل آخرون بدل أحسنتم مد بدل أيضا في قوله تعالى غفورا رحيما إدغام ماذا أحسنتم إدغام بغير غنى أيضا في قوله تعالى لو لا أنزل مد جائز منفصل طيب ملك فيكون أخفاء أحسنتم يلقى إليه جائز منفصل أحسنتم طيب شاء واجب متصل أحسنتم أصورا بل إذا وصلناها فهو إقلاب ويرمز لها حرف الميم هنا لكن إذا وقفنا أصورا طيب رأتهم من إدغام متماثلين أحسنتم من أحكام الميم الساكنة مكان بعيد ترون الميم هنا إذا هو إقلاب أحسنتم إذا هو إقلاب طيب ننتبه إلى بعض الأخطاء التي تحصل عند قراءة الآيات للعالمين الآن الألف إذا كانت بين حرفين فهي حرف مد إذا كانت فوق الحرف مباشرة فوق الواو أو فوق اليا تقرأ ألف تقرأ ألف ونأخذ عليها مثال الآن من الآيات بين الميم والواو السماوات بين الواو والتا لكن هنا فوق الواو مباشرة كيف تقرأ ولا حياة ولا نشور ممتاز أحسنتم أيضا هنا في الوصل كوني كوني افتراه ننتبه ننتبه إلى همزة الوصل أيضا المد هنا افتراه هنا المد أساطير أيضا سين وليس تصاد أساطير ممتاز أحسنتم أيضا في قوله تعالى هنا السماوات مثل ما ذكرنا في الأولى هنا معاه نذيرا إذا كانت هنا واو صغيرة أو كانت ياء فوق الحرف فهي ياء زائدة واو زائدة خفيفة عند القراءة هنا الأمثال أيضا اللام مفتوحة واضح أيضا في قوله تعالى الأنهار هنا قصورة بضم ألقاف هنا تغيض ضم الياء وشدها واضح واضح الآيات الأولى ننتقل إلى الآيات الثانية من سورة النور نستمع القراءات ثم سنفعل مثل ما فعلنا في الآيات الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجل بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الآيات الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات وإن بالله إن إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أحسنتم إذن نقف على الأحكام التجويدية في هذه الآيات في قولي تعالى سورة أنزلناها إظهار حلقي آيات مد بدل آيات بينات من هذا الرمز يتضح أنها أقلاب لعلكم تذكرون ميم ساكنة بعدها حرفتها إظهار شفوي أحسنتم أيضا في قوله تعالى جلدة و إظهار بغنى أحسنتم لا تأخذكم بهما ميم ساكنة بعدها حرف البا إخفاء شفوي إخفاء شفوي طيب رأستم في إخفاء إن كنتم أيضا إخفاء طائفة مد واجب متصل لا ينكحها إلا مد جائز منفصل أحسنتم شهداء مد واجب متصل أيضا أولئك طيب من بعد إقلاب أحسنتم غفور الرحيم إضغام بغنى أم بغير غنى بغير غنى أيضا هنا في قوله تعالى أزواجهم و لم ي ميم ساكنة بعدها كل هذه الأحرف من أحرف الإظهار الشفوي هنا إقلاب أحسنتم أيضا في قوله تعالى الكاذبين إذا وقفنا إذا وصلنا ما الطبيعي إنه لمن الكاذبين والخامسة لكن إذا وقفت الكاذبين مد عارض للسكون أحسنتم أيضا في قوله تعالى تواب حكيم إظهار شفون عصبات منكم إضغام بغنى مثلها مثل منهم مكتسب من الإثم هل هنا حكم تجويدي لماذا لا يوجد حكم لأن النون مفتوحة وليست ساكنة طيب هذا بالنسبة للأحكام التجويدية نقف على الأخطاء عند قراءة الآيات أنزلناها وفرضناها المد بعد النون في كلا الكلمتين أيضا هنا كل واحد لحطوا الألف بين الوا والحا أيضا هنا مئة مئة جلدة الألف إذا عليها السكون المجوفة لا تنطق واضح؟ أيضا هنا وليشهد عذابهما فتح الباء واضح؟ هنا لا ينكيح بكسر الكاف واضح؟ وهنا لا ينكيحها بكسر الكاف وحرمة ضم الحا حرمة أيضا هنا المحصنات أيضا أربعة وليست أربعة الباء حرف جر وأربعة أسم مجرور هنا ثمانين شهادة واضح؟ الفاسقون ننتبه إلى هذه المدود في الرسم العثماني أيضا أزواجهم أيضا فتح الجيم هنا وليس ضمها واضح؟ أيضا هنا أنفسهم ضم الفاء والسين والهاء لا يوجد فتح فشهادة هنا حرفي مد شهادات واضح؟ الصادقين ننتبه هنا إلى مسألة هنا والخامسة هنا والخامسة واضح؟ هنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وننتبه إلى المد هنا ويدراء أيضا هنا السكون مجوفة على الألف فلا تنطق ويدراء أحسنتم هنا أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة 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 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين واضح؟ هنا أيضا تواب عصبة هنا كبره كبره كسر الكاف وفتح كبره وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ لَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ أحسنتم إذن هنا ذكرنا بعض الآيات من سورتين التي تناولناها في هذا المقرر دائما استشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح معيار جميل جدا لا أقول ألف لا منحرف ولكن ألف حرف ولا منحرف وميم حرف الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء أحسنوا النية وجاهدوا وأخلصوا واسأل الله عز وجل أن يرفعكم بكل حرف تقرؤون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك